السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إضافة رمز الـ QR Code على الأجهزة أو الهواتف التي لا تدعم الـ Bar Code فلا تنسوا ندعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تدخلون على المتصفح هذا نفس المتصفح الموجود عندكم في الجهاز فرح يفتح معكم بهذا الطريقة من هنا تروحون على الثلاث شرطات اللي تحت على الإسار وبعد كده يا شباب تروحون على خيار الإعدادات ومن هنا تروحون على خيار التخطيط والقوائم ومن هنا تروحون على خيار تخصيص القوائم فهنا يا شباب لو تلاحظون في عندنا خيار اللي هو ماسح الـ QR Code تسحبون هذا الخيار تضغطون عليه ضغط مطولة وتسحبون بهذه الطريقة على تحت والآن ترجعون تقفلون هذه الصفحة بهذه الطريقة فالآن يا شباب إذا حبينكم تستخدمون ماسح الـ QR Code تضغطون على الثلاث شرطات اللي تحت على الإسار رح تظهر معاكم هذه الخيارات من ضمنها ظهر معانا خيار الماسح QR Code تضغطون عليه فكذا الآن يا شباب رح تفتح معاكم الكاميرا وتقدرون تصورون الـ barcode اللي تبعونا وإذا كان يا شباب عندكم صورة للـ QR Code أو الـ barcode اللي حابين تمسحونها تضغطون على هذه الأيقونة ورح يوديكم على الستيديو عندكم تختارون الصورة اللي فيها الـ QR Code وبعد كذا رح يفتح معاكم بكل سهولة فهذه كان الطريق يا شباب كل اختصار أتمنى استفدتم المقطع لا تنسون دائما باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة